تنضي كل الأحداث وكأن الجميع يعمل لمصلحة تمديد عمر ميليشيا الحوثي وتثبيت سلطتها انقلاب آخر بعدن يعزز انقلاب صنعاء ويقسم ظهر البلاد قطوة لم تكن في حسبان ميليشيات الحوثي لكن بات بوسعها الآن أن تستعيد أنفاسها وأن تندد بحملات الترحيل والسلب والنهب لأبناء المحافظات الشمالية في عدن وتستقبلهم وكأنهم رعاياه بعد انقلاب المجلس الانتقالي بدعم مباشر من الإمارات والسعودية واتهامات رسمية بذبح الشرعية صار بوسع الميليشيا أن تخاطب اليمنيين وتؤكد لهم أن تفتيت البلد وتقويض وجوده هو المشروع الحقيقي للتحالف وأن تجد آذانا كثرا تصغي لهذا القول وتؤمن به بعد أن كانت الحوثية هي المتهم الأول والوحيد لهذه الجريمة نصبت ميليشيا الحوثي نفسها مؤخرا متحدثا باسم اليمن واليمنين وهي تحاول استثمار الغضب المتصاعد شعبيا على سلوك التحالف ومطامعه التي وصلت ذروتها ثغرة وجدتها ميليشيا الحوثي مناسبة لعادة تقديم نفسها للمشهد بجزء من ادعاءاتها والتي للأسف أصبحت لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة بسبب الخيانات المتوالية في صف الشرعية والتحالف لم يعد الحوثيون وحدهم خطرا على الدولة اليمنية ومستقبل يمنيين فقد باتت السعودية والإمارات ومنتجاتهم المحلية مصدرا لخطر لا يقل عن ذلك الذي تمثله ميليشيا الحوثي هكذا أصبحت الميليشيا وخطرها يتخفيان خلف أخطار أخرى لم يكن اليمنيون يتمنون أن تظهر لهم في مثل هذا التوقيت السيء في اللحظة التي تنازع فيها الشرعية أملا في البقاء وهذه أبرز تابعات أحداث عدن يتساءل المراقبون إذا ما كانت معركة إسقاط السلطة الحوثية واستعادة الدولة لا تزال قائمة أمن ذلك أصبح الآن بعيدا وصار بوسع الميليشيا أن تعمل على ترسيخ سلطتها وتدعم مدامك دولتها صار بوسع ميليشيا الحوثي الآن أن تعيد ترتيب أوراقها وتقدم نفسها أمام ما تبقى من اليمنين بأن السلطة المعبرة عنهم وأمام العالم على أنها الفاعل الأبرز والأقوى في الميدان فيما بات مشروع استعادة الدولة اليمنية الآن أبعد وأشد صعوبة